بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي واصلت القوات المسلحة الإعدادة والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية التي تضم أطنانا من المستلزمات الطبية والغذائية مع إعدادها للإسقاط الجوي بالمناطق المخططة شمالي قطاع غزة ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبدلها مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم جهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يشهد العالم منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة حيث يسقط ألاف الشهداء في قطاع غزة وتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثاتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم استمرراً للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وبتوجهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وصلت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتي تضم أطناناً من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للأسقاط الجوية بالمناطق المخططة شمال القطاع فيما تشهد سماء غزة إسقاطاً يومياً لعشرات الأطنان من الاحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوي الممتد منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين فيما تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البري وذلك بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصري ضمن المبادرات الإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم